السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في قناة كليكوك معكم مرين بركات اليكم حلقة اسيوية بامتياز وهي حلقة السوشي سوف اقدم لكم العديد من الانواع او اشهر انواع السوشي تسمى بالماكي ايضا النجيري ايضا الكاليفورنيا رولز بعدة اشكال وانواع وحشوات ايضا السوشي اي السوشي المقلي بعدة حشوات وايضا طريقة تقطيع طريقة تحضير بجميع تفاصيلها لذلك اصدر ان الفيديو طويل نوعا ما وسوف نحتاج في المكونات الحشو وكذلك لتحضير السوشي الى ورق النوري يعني ورق يستخرج او يصنع يعني من تحالب البحر او الاعشاب البحرية يعني وصحي جدا ويحتوي على العديد من الفيتامينات يصنع اساسا من التحالب الحمراء سوف تجدونه في المحلات التجارية الكبرى يعني متوفر اه دون اي مشاكل وسوف نحتاج ايضا الى الحصيرة او حصيرة سوشي مصنوعة من الخيزران غلفتها هكذا ببلاستيك غدائي حتى نحافظ على نظافتها ويسول علينا يعني عملية بسط الارز وسوف نحتاج ايضا الى الزنجبي الوردي وعبارة عن زنجبي المخلل الياباني يعني اه لا يدخل يعني في تحضير الوصفة لكن اه يوضع يعني مع السوشي يعني نتناوله مع السوشي ايضا سلسة السويا الاساسية ايضا في السوشي ومعجون الوصابي اه وهو عبارة عن فجل الياباني يكون اما هكذا معجون او يكون عبارة عن بودرة نخلطه مع القليل من الماء فنحصل على معجون الوصابي ومدقه حار جدا ويتناسب ايضا مع انواع السوشي سوف نحتاج يعني للحشو الى الجزر يعني هاد مساء كلها اختيارية جزر مقطع اه طوليا ايضا هنا لدي السوريمي لدي ايضا الخيار نزعت فقط البدر وتركت القشر ايضا قطعته هكذا طوليا لتحضير نيجيري سوف نحتاج الى الكفيت او القمرون او القنبري سوف اريكم لاحظا طريقة تحضيره يعني هكذا اللي يبقى على شكل طولي وسوف نحتاج ايضا الى الكافيار يعني هاد مساء كلها اختيارية استخدموا فقط ما هو متوفر يعني هذا ضيط السمك الكافيار الاسود وايضا البرتقالي يبقى يعني في المحلات تجارية الكبرى تكون يعني غالبا يعني فيه تخفيضات يمكنكم ان تشتروه يعني وقت يكون يعني فيه تخفيض محلات تجارية الكبرى ايضا وسوف نحتاج ايضا الى السلمون المدخن اذا عطيتم على السلمون الطري يعني افضل اه واساسي يعني في في السوشي او في الماكي انا اكتفيت فقط بالمدخن لطعوبة العطور يعني على السلمون تازج يعني في المغرب وهنا تونة ايضا تازجة قطعتها هكذا طوليا ايضا يعني كما قلت مسائل كلها اختيارية اكتفوه بما عطرتم عليه وهنا سوف حضرت اه هو عبارة عن اه بيض يعني مقلي بطريقة السينية سوف اريكم طريقة لاحقا وايضا هذا او مقلي بالتنبورة ايضا اثناء الفيديو سوف اريكم الطريقة حبة من الافوكادو سوف اخذ منها يعني فقط اه قطع طولية وايضا سوف نستخدمها في الكاليفورنيا الارز وسوف نحتاج ايضا الى الارز وهو الاساسي يعني في الهاتي الاطباق كلها سوف تجدون مصفة تحضير الارز اسفل الفيديو وضعت فيديو منفصل لطريقة تحضيره والشيء سوف اريكم معجون وصابي هو عادة نضعه هكذا بجانب الطبق لكن يمكننا ايضا استخدامه وسط يعني السوشي او الماكي ومداقه يعني حار نوعا ما لكن هم يضعونه لنحصل يعني على الانتفادة يعني اية امراض او ما شابه الى مكان يعني الزمك يعني غير طازج بما فيه الكفاية هنا وضعت ورقة النوري قسمتها الى نصفين اضع كمية من الارز وبعد ذلك سوف اقوم بوضع السلمون المدخن اقوم بوضع القليل من الماء هكذا في الجانب الورقة واقوم بعملية اللف اكرر العملية مرة اخرى بالنسبة لورقة النوري دائما يعني اضعها على الجهة الملسائية الخارجية والحشو اضعه في الجهة الخشنة هنا سوف اتمم تحضير اه واحدة اخرى اضع كمية من الارز اضعت هكذا قطعة الشريمي قليل من الماء والوف واضغط دائما بمساعدة الحسيرة واتوكوها لاحقا هنا قطعة اخرى هنا سوف استخدم ورقة النوري كلها اني لن اقسمها الى نصفين بالنسبة للماكي دائما نستخدم نصف ورقة هنا سوف احضر الكاليفورنيا روز او هنا اضن الفرايد سوشي يعني السوشي المقلي اضع كمية من الارز تقريبا هنا مئة وتمانون جرام مئة وتسبعون جرام دائما تكون اليدين مبلولتين بالماء حتى يسهل علينا التعامل مع الارز وضع فتعة من التون الحمراء الجزر يعني الحشو حشوه بما تفضلون يعني لا مشكلة في السوشي مسائل كلها على حسب الرغبة وهنا سوف اخذ قطعة من الافوكادو وسوف اضعها هكذا بشكل طولي وسوف ابدأ باللف بمساعدة الحسيرة دائما لمن لم يعطل على الحسيرة يمكنكم ايضا استخدام اني مرق الاليمينيوم لكن يفضل اني حسيرة السوشي هي تسهل عملية اللف والضغط على كده على الارز وسوف اتركه لجانبا سوف اقوم بتحضير اه واحدة اخرى تلاحظون اضغط حتى اسوي القذيب هاتي الشكل اخذ ورقة نوري اخرى دائما الجهة الخشنة هي الجهة العلوية اغلي اليدين ونفس الشيء يعني اقوم ببسط يعني طبقة رقيقة من الارز لا تكون طبقة سميكة من الارز وهنا اضع القليل من الوسابي اللي محبي يعني الحار وسوف اضع قطع من التونة قليل من الجزر وهنا سوف اضع القليل من الكافيار او بيت السمك يعطي مضاق السمك رائع يعني في السوشي ايضا وضعت هنا الخيار وابدأ في اللف وانا يعني هكذا امرر الحسيرة واحدة اخرى نفسي يعني العملية دائما ابلل اليدين بالماء واستمر يعني في بسط الارز ودائما الارز الخاص بالسوشي يحضر في نفس اليوم ولا يعني لا ندخله الى السلاجة هنا سوف نحضر الكاليفورنيا روس وهي من اصعب انواع يعني السوشي سوف اضع ورق او بلاستيك غدائي عفوا سوف احاول ان اقلب يعني لتحضير التاماكوياكي او البيض بطريقة اليابانية سوف نحتاج لبيضاتين مع القليل من الملح قليل من السكر ايضا ملعقة صغيرة من الخل الارز بعد ذلك سوف اقوم بوضع القليل من الزيت في المقلاد ثم اقلي نصف الكمية الوف واباتي الطريقة بعد ذلك اضيف الكمية الاخرى واتمم يعني لفها لاحصل يعني على هكذا قضيب من البيض سوف اقوم بتقسيمه الى قسمين عفوا وسوف استخدمه لحشو هاد الكاليفورنيا رولز واضع يعني اي حشو يعني افضل مع البيض يعني خيار ايضا الجزر وسوف الوف لتحضير هاد النوع من الكاليفورنيا رولز سوف استخدم فيه يعني القنبري يعني بطريقة التنبورة يعني المقلي بالتنبورة سوف نحضر اول شيء يعني خليط تنبورة نحتاج الى خمسون جرام من الدقيق مع خمسون جرام من النشاء او ميزنة بيضة واحدة مئة مين لتر من الماء قليل من الملح والفلفل الاسود الافزار ونصف اه كيس من الخميرة الكيميائية او بما اننا لا نستغفر اني على الدقيق الخاص بالتنبورة وسوف اقوم بخلط جميع العناصر هنا اضيف تقريبا تلات جرامات من الخميرة الكيميائية او البيكينباودر واخلط جيدا لاحصل على خليط التنبورة نستخدمه ليس فقط يعني مع القنبري او الكخبات نستخدمه ايضا مع الخضار هنا لدي القنبري او الكخبات او الربيان هذا النوع الرمادي هو يكون منظف يعني اه جاهز هكذا للاستخدام اذا اذا كان غير نظيف اه حاولوا تنظيفه وازيلوا دائما يعني خيط الذي تكون فيه يعني يسمى خيط الرمال الذي يكون في اعلى الحبة الجنبري وهنا احاول ان اضغط هكذا على الحبة بحيث اقوم بكسر العمو الفقري حتى يعني احصل على حبة يعني مستقيمة ما امكن اضعوها هكذا في التنبورة او خليط التنبورة واقلها في حمام زيت يعني ساخن بعدها تصبح جاهزة تكون مقرمشة وهي تستخدم ايضا يعني في حشو الكاليفورنيا روز او ايضا الماكي هنا ازيل فقط الديل الجنبري او القمرون وسوف اضع الخليط يعني اي شيء تفضلون هكذا وسط الطبيب والوف هنا احضر واحدة اخرى من الكاليفورنيا روز سوف استخدم فيها هنا السلم المدخن كتا من الخيار ايضا قليل من الكافيار او بيت السمك يعني نفس العملية الحشو فقط يختلف يعني على حسب الرغبة وهنا سوف يختلف ايضا لطريقة تزيين هنا سوف اريكم طريقة تحضير السوشي او السوشي المقلي هو دخيل يعني على الحضارة اليابانية يعني في كتاب السوشي لم اجد اي توصفة يعني للسوشي المقلي وضعته هكذا في خليط الطنبورة بعد ذلك في البقسمات او وصوف اقليه في حمام زيز هو للأسف هو من الاد انواع يعني السوشي السوشي المقلي ما اننا بحقيقة العرب يعني اه يعني اه لا نحب يعني مضاق السمك النيء لذلك حقيقه مضاقه افضل لكن اليابانيون غالبا اني يتناولونه نيء يعني سمك نيء هنا اخذ قد تحبت الافوكادو قطعتها الى شرائح رقيقة وهنا سوف ازين هاد الكاليفورنيا روز بقطع الافوكادو نحاول ان ابسطها قدر المستطع وسوف اضع فلاستيك غدائي هكذا من فوق وسوف يعني الفه بمساعدة يعني الحصيرة دائما ان تسهل عملية اللف وتعطيها هكذا شكل يعني متناسق كما تلاحظون اضعه جانبا اضع كاليفورنيا روز اخرى هاده المرة سوف ازينها يعني بالسلم المدخن نفس الشيء الفها يعني بالبلاستيك الغدائي ثم بحصيرة البامبو او سجادة السوشي واضعوها جانبا هنا مرحلة التقطيع مهمة جدا لاحظوا عملية كيفيني اخذ السكين يكون في زاوية هكذا مرتفعة وبعد ذلك يعني احاول ان انزل ودائما السكين ابلله بالماء يعني حتى يصل علي يعني عملية التقطيع وهنا في الكاليفورنيا روز اصعب عملية التقطيع وقطعوه دائما بمساعدة البلاستيك الغدائي يعني لا ازيله اقطع كما تلاحظون بعد ذلك يعني ازيل البلاستيك الغدائي دائما يكون السكين كما قلت في زاوية متفعة تقريبا يعني اه تمانون درجة سبعون درجة وانزل ولابد يعني ان يكون السكين يعني حاد حتى يصل علينا عملية التقطيع الكاليفورنيا روز او السوشي او الماكي باتي الطريقة ثم اضعوه في طبق التقديم سوف اواصل عملية التقطيع هنا سوف اقطع الفرايد سوشي او السوشي المقلي كما قلت ومن الاد انواع السوشي ذاتي طريقة واستمر في وضعه في طبق التقديم بعد ذلك سوف اريكم طريقة تحضير نيجيري لكن فقط سوف اريكم اه طريقة تحضير الجنبري او الكفت انا لم يتسنى لي يعني ان ان اريكم من جميع المراحل ده من الوقت هنا ازلت نظفت يعني القطع الجنبري او القمرون لكن يعني فحقا كانت منظفة يعني مسبقا لكن فقط يعني اتممت عملية التنظيف وهنا ادخل عود خشبي هكذا في الوسط حتى احافظ يعني على شكل القمرون او الجنبري هكذا مستوي بعد ذلك سوف اضعه في الماء المغليف فقط دقيقة يعني الى اقصى حد فقط يعني اه يعني كما تعلمون القمرون لا ياخد وقت طويل يعني في الطهو فقط يتحول لونه الى الورد دقيقة دقيقتين وازلوه على الفور اضعه في الماء البارد وللاسف اه لم اصور لكم طريقة فتح لحبة الجنبري او القمرون بحيس اقوم بفتحها بعد ذلك اخذ اه كريه هكذا من الارز واضع فوقها كما تلاحظون في الصورة وهنا اضع الزنجبيل الوردي الذي يرافق طبق السوشي وكما تلاحظون هذا الوسابي وايضا يعني النجيري او شيء يشبه النجيري لان الكريات حضرتها ابنتي صغيرة لان داها من الوقت كثيرا ان كان الطبق محضر يعني للافراد العائلة الكبيرة وداها من الوقت فلم انجز يعني النجيري بالشكل المطلوب بحيس تكون حبة الارز يعني اصغر من حبة حبة او الجنبري او القمرون وتحتويها يعني هكذا تكون وسط الحبة ويكون الشكل يعني متناسق اكثر وهنا زينت الحبة الاخرى او ايضا قطعتها الى شرائح يعني وهذه هي الاشكال اه حاولت ان اقدم يعني اغلب او اشهر انواع السوشي المعروفة التي تقدم في المطاعم اليابانية اتمنى ان تنال هذه الوصفات اعجابكم لا تنسوا ان تزوروا موقع القناة اشكر متابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله